موسيقى الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات القومية وفقاً لمبادئ الكفاءة الفنية وصرعة معدلات الإنجاز موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أن محطة الضبعة صرحٌ جديدٌ في مسيرة التعاون المصري الروسي المشترك موسيقى مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانونٍ لزيادة مدفوعات التحفيز للأسر المتضررة من فيروس كورونا موسيقى السادسة صباحاً الرابع بتوقيت جرينيتش موجزٌ إخباريٌ جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل بكل المشروعات القومية وفقاً لمبادئ الكفاءة الفنية والتكلفة الاقتصادية والسرعة معدلات الإنجاز وخلال اجتماعه بمستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعددٍ من مسؤولي الحيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعراض الموقف الإنشائي لعددٍ من المشروعات التي تنفذها الحيئة على مستوى الجمهورية أكد الرئيس السيسي أن المشروعات القومية ترصخ الواقع الجديد الذي يتبالور للدولة من كل الجوانب على نحوٍ عمليٍ وواقعيٍ ملموس لدى الجميع حالياً ومستقبلاً أكد الرئيس السيسي أن مصر تتطلع إلى محطة الضبعة باعتبارها صرحاً جديداً يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لمدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية راس أتوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية للتوليد الكهرباء وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي على العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين أكدت وزيرة الصحة دكتورها لزيد تواصل جهود الدولة لتأمين تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفي تصريحات الأكسرا نيوز أوضحت الوزيرة أن حيئة الدواء المصرية تجري تحليل على الدفعة التي استلمتها مصر من لقاح الفيروس كما أكدت الوزيرة أن الدولة مستعدة لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس قالت وكالة رويترز للأنباء أن أكثر من ثمانين مليون وثمانمائة ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من مليون وسبعمائة وستة وستين ألف حالة وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المصابين والوفيات تلتها الهند ثم البرازيل بينما حلت روسيا في المرتبة الرابعة أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يرفع مبالغ المدفوعات المباشرة الموزعة على الأسر بموجب تشريع جديد للإغاثة من فيروس كورونا من 600 إلى 2000 دولار ومن المقرر إرسال مشروع القانون الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيون إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه حيث يواجه فرصا أقل لتمريره في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل أكثر من 2900 حالة من الإصابات بفيروس كورونا فضلا عن 363 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي الفرنسي اجتماعا اليوم حول الوضع الصحي في البلاد للتصدي للموجة الثانية من الفيروس ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع إجراءات أكثر سرامة إزاء ارتفاع إعداد الإصابة بكورونا في فرنسا رحب رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شاغل ميشيل باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي وفي تغريدة له عبر تويتر أكد جونسون أن الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بداية جديدة بين طرفين سياديين وأعرب ميشيل عن تطلعه إلى التصديق الرسمي على الاتفاقية والعمل على الأولويات المشتركة مثل التصدي لتغير المناخ شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار وفي النهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكسترانيوز HD هو 12.303 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب أفقية شكرا لكم